أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة تؤكد وكالات الأمم المتحدة وتضيف أن أزمة النزوح تفضي إلى كارثة إذ أصبح النازحون من رفح مكدسين حالياً داخل مساحة صغيرة على طول الشاطئ منتظرين المساعدة ورغم تفريغ بعض حمولات المساعدات على مقربة منهم إلا أن وكالات الإغاثة توقفت عن استلام وتوزيع المساعدات لإجراء تقييم أمني لعملياتها داخل القطاع بينما يعلن برنامج الأغذية العالمي عن إيقاف إدخال مساعداته إلى القطاع عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة ما جعل المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع يصف هذا الرصيف بأنه كذبة إنسانية فكما حدث في وقت سابق يفصل الجيش الأمريكي الرصيف وينقله لمنعه من الانهيار بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت تزداد فيه الأوضاع سوءاً في قطاع غزة انقطع الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى عن غزة الأمر الذي دفع كارلس كوا نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة للقول إن الوضع يتدهور حالياً في جنوب غزة فضلاً عن تفاقم حدة الجوع في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية عمليات توزيع المساعدات تواجه صعوبات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر وتأخر إسرائيل في إصدار التصاريح اللازمة لتتزايد الحاجة إلى تزويد سكان القطاع بالغذاء والمياه والرعاية الصحية الأساسية لتغيير منحن المجاعة في الشمال تماماً بحسب برنامج الأغذية العالمي